سعادة السفيرة على ذكر وقف هذا العدوان وحتى هدنة هناك تحركات كبيرة من البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة بالتعاون مع المجموعة العربية كما ذكرت سيادتك انتصار كبير في الجامعية العامة 121 عضوا قالوا بأنها إدانة هذه الخرب ولكن مدال مجلس الأمن هناك تعثر كبير في مجلس الأمن هناك إشكالية كبيرة في الموافقة واتخاذ قرار إدانة ووقف هذه الخرب حتى بعد تقديم المندوب الروسي وأيضا البرازيلي على الرغم من أن المجموعة العربية قد وافقت على بعض هذه الأمر يعني الجهود لا تزال مستمرة هناك في مجلس الأمن نجحنا في الجامعية العامة من ضمن عدة مسائل لأننا ركزنا على الجانب الإنساني اللي هي وقف إراقة الدماء وقف قتل السكان المدنيين أي وقف إطلاق نار ونحن نؤيد في هذا المضمار نداء الأمن العام الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا فالمحافظة على أرواح فرد فلسطيني حتى لو واحد هو جزء من العمل الإنساني الذي يجب أن يتم وكذلك توفير المساعدات بكميات مناسبة لتصل إلى كل أطراف قطاع غزة يعني لا تذهب إلى مكان ويحرم منها أماكن أخرى في قطاع غزة ولذلك هذا الجهد مستمر هناك ملامح على أنه بدأت الأمور تنضج ربما في مجلس الأمن لاعتماد قرار ذو طبيعة إنسانية التي هي عملا توقف الأعمال العسكرية والقتال حتى لو لبضعة أيام أو عدد من الأيام تتيح الفرصة لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية ويبدأ الفلسطينيون في محاولة انتشال الجثث تحت الأنقاض سواء للأطفال لأن العدد الأكبر من الجثث هي للأطفال لأنهم هم الجزء الأكثر يعني تعرضا إلى الأذى نظرا لصغر حجمهم وعدم استطاعتهم الفرار أو يعني تفادي هذه المصائب فانتشال كل الجثامين لنقوم بدفنهم بشكل لائق وفق أعرافنا وتقاليدنا وكذلك للناس تبدأ أن تبحث عن العودة إلى الأماكن التي جاءوا منها وكذلك تسمح الفرصة للذين يتفاوضوا بشأن المدنيين الموجودين عند الأطراف المتصارعة وبهدف كذلك يعني التعاطي مع يعني إطلاق صراح هؤلاء الناس الأمر الذي سيترك آثارا إيجابية على الجميع عندما يعني الذين يتمكنوا من الخروج من الاعتقال أو السجون ويلتحقوا بأهليهم يعني هذا شيئا يترك آثارا إيجابيا على أهليهم الأمر الذي يفتح المجال إلى وقف إطلاق نار إلى فترة زمنية أطول ومن ثم الوصول إلى وقف إطلاق نار نهائي أو يعني رسمي الأمر الذي يمكننا أن نركز على المسائل الأخرى التي سنركز عليها بعد أن نوقف هذا العدوان وأن نتمكن من إنقاذ حياة البشر في قطاع غزة من خلال إدخال المساعدات الإنسانية وأن يعود المهجرين إلى أماكنهم علهم يروا أن جزءا من أماكن سكنهم لا يزال ممكن العيش فيه أو ترميمه لأننا نريد أن ننقض غزة وأن نعيد بناء غزة وأن نعيد لغزة أيامها المجيدة وأيامها العظيمة لأن بالنسبة لنا غزة هي جزء أصيل من دولة فلسطين ولن نتخلى عن غزة وهي دائما في قلبنا وفي وجداننا وفي وعينا ولذلك سنبذل كل جهد نستطيع من أجل المحافظة على غزة وإنقاذ غزة ووقف هذا العدوان على غزة وأهلها